يقود سمو الشيخ ناصر بن حمد الخليفة ومثلت رجالة الملك للعمال الخيرية وشؤون الشباب رئيس المجلس الأعلى للشباب والرياضة رئيس الأجرة الأولمبية البحرينية يقود الفريق البحريني للترايتلون في بطولة العالم للترايتلون والذي ستقام يوم غدا السبت مدينة سامورين بسلوفيكيا بمشاركة نخبة من أبطال العالم والعديد من الفرق القوية في رياضة الترايتلون فور وصول سمو الشيخ ناصر بن حمد الخليفة والفريق البحريني إلى سلوفيكيا قاد سموه تدريبات الفريق في السباحة والدراجات والجري وذلك بهدف التأقلم على الأجواء ورفع جهزية الفريق وأعرب سمو الشيخ ناصر بن حمد الخليفة عن أمله بأن يوفق الفريق في تحقيق نتيجة إيجابية في البطولة لتشكل له دافعا قويا في المشاركات المقبلة معتبرا أن تواجد الفريق البحريني في السباق سيكون له آثار إيجابية من خلال اكتساب المزيد من الخبرات والمهارات والترويج لمملكة البحرين وأضاف سموه أن بطولة العالم للترايتلون تعد من البطولات التي تمتلك مكانة كبيرة بين جميع السباقات باعتبارها الأقوى من كافة النواحي مؤكدا أن السباق لن يكون سهلا في ظل تواجد هذا الكم الهائل من المشاركين الذين وضعوا نصب عينهم على تحقيق المراكز المتقدمة وأكد سموه إلى أن فريق البحرين سيسعى بكل قوة لتحقيق إنجاز جديد بعد الإنجازات الأخيرة التي حققها وذلك لتأكيد مكانة الفريق على المستوى العالمي وأضاف سمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة إلى أن التريبات تسير وفق الخطة الفنية الموضوعة وهي في تصاعد مستمر مؤكدا سموه أن الفريق وصل إلى الجهزية التامة من الناحية الفنية والبدنية وهو على استعداد تام للمشاركة في السباق وأشار سموه إلى أن الفريق استعد جيدا في البحرين للمشاركة ويعمل أن يحقق نتيجة طيبة تتوج الجهود الكبيرة التي بذلها تحضيرا للمشاركة في السباق واستعدادا لهذا السباق قام سمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة وأفراد الفريق البحريني المشارك بانهاء كافة الإجراءات الإدارية والتسجيل للمشاركة في البطولة كما قام الفريق بتسليم كافة المعدات إلى اللجنة المنظمة وذلك طبقا لللوائح الخاصة بهذه البطولة حيث تم أعداد منطقة لتسليم المعدات بالصورة المتميزة كما شارك سموه في الحفل العام للبطولة والذي يحدف إلى تعارف المشاركين وتبادل الأفكار فيما بينهم حيث سيقطع المشاركون مسافة كيلو وتسعمائة متر سباحة ثم يستغلون دراجاتهم لمسافة تسعين كيلو متر ثم يدخل المشاركون في تحدي أجري لمسافة إحدى وعشرين كيلو متر ومئة متر طبعا حين وصلنا أراضي المنافسة الحين دخلنا جواء المنافسة هذه بطولة العالم للرجل الحديدي المفروض أننا نكون جاهزين ونحن جاهزين إن شاء الله ولكن المنافسة ستكون جديدة فاستعدادنا طبعا للقمة هي ما قطعنا استعدنا هذا الاستعداد ما قطعنا جهز هذه الجاهزية لأن ما قطعنا شاركنا بمشاركة بهالحجم هذا فكل المعطيات عندنا إن شاء الله والله يوفق طلعمر الموقع نفسه شهد إحرازكم المركز الثالث في بطولة العالم التفاؤل لا زال موجود أكيد نعم أنا أول ما خبروني أن بطولة العالم للرجل الحديدي أو اللي ترايثلون بتكون منظمة في هذا الموقع عرفت أن جاءت نطاقة إيجابية لأن بطولة العالم للقدرة في نفس المكان في نفس القرية أحرزت المركز الثالث فطموحي إن شاء الله أني ما أطيح من منصة التتويج بذن الله